السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد في هذا الفيديو هذا سوف نرى في شنوق الوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بخصوص جيل موسم تيراسي لسنة 2020-2021 فاليوم الأربعة كان عنده جيمة مع لجنة تعليم وتقافة الانتصال في مجلس النواب وتطرقوا لهذا الموضوع هذا دي تأجيل دخول مدرسي وبخصوص هذا الموضوع هذا فره وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي رفض هذه الفكرة هذه دي تأجيل دخول مدرسي لنادوا بها مجموعة من الأباء وأولياء أمور تلاميذ وقال بخصوص هذه الفكرة دي تأجيل دخول مدرسي أنه من السل تخذ هذه القرار لكن راه عنده أثر سلبية وخصوصا على التلاميذ وقال لهم أن هذا القرار هذا لتخذاته الوزارة فهو تربط تعليم بالحالة الوبائية يعني أنه إلى تحسنة الحالة الوبائية راه غادي ترجع الدراسة الطابعة العادية ديالها أما إلى تدهورات الحالة فره غادي تتم الاعتماد دير التعليم عن بعن وكذلك اعتبر أمزازي على أن أثر توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حداتها وذلك وفق دراسة دولية ومنها دراسة للأمم المتحدة لكون توقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص تحصيل الدراسي بنسبة 30% واعتبر على أن القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي وكذلك أكد الوزير أمزازي على أن الجيد في المسألة هو المسؤولية الجامعية وذلك بإشراك الأسر في افتخاذ القرار وقال لهم باللي هذا رهما شي تهرب من القرار لأنه الفعل التربوي تتطلب تأطير وتحصل دراسي بالإضافة إلى المواكبة الأسرية وكذلك زاد لهم متسائلا في انكين لعب في هذا الأمر هذا أنه إلا شركوا الأسر في افتخاذ القرار وكذلك لماذا سأفروا التعليم الحضوري على جميع المغاربة وكذلك أضف على أن الحق في افتخاذ القرار دي الاعتماد هذه الصغيرة دي التعليم الحضوري فهو في حق الأسر ولكن المسؤولية ره على عاتق الوزارة دي استقبال تلاميذ في ظروف أمينة وكذلك وضح لهم أنه كان بروتوكول صحي اللي كان نجح في امتحانة البكالوريا وقال لهم بليليوم راتي تطلب تعبئة لإنجاح هذا الدخول وكذلك في الأخير قال لهم الوزير أمزازي بلي رأى عارف بلي كين العديد من الأسر اللي خدامة وما تقدرش أنها تقوم بتدريس دي الأطفال دياله في المنازل كذلك أنه كين هناك العديد من الأسر اللي تتلقى صعوبة في الولوج إلى الانترنت وقال بلي هادة الصغيرة دي رأى غتتاخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في المغرب لأنه هناك مناطق خالية من الفيروس حيث يمكن للأسر أن تختار تعليم الحضوري مئة بل مئة يعني الناس اللي كينين في المناطق اللي خالية من الفيروس ما فيهاش فراتم ما يمكن أنه تعتمد النظام ديال الدراسة حضوري مئة بل مئة إذن هذا شيء هو أهم مجاب الشيء مع دي الوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مع لجنة تعليم والتقى فهو الاتصال فإلى عجبك الفيديو ما تنساش الدلي جيم كذلك تخلينا شيء تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته